الناس قالوا لنا في التقرير ده كلام مهم قوي قالوا لنا فيه اسباب كتيرة جدا جدا بس كانوا بيركزوا على فكرة التنمر التنمر اللي بقى ياكل مجالسنا بقى ياكل قلوبنا اللي كانت الناس ما بتعملوش في بعض الناس شافوا ان ده جاي من الضغوط وبعض الناس شافوا ان ده فيه قصور في الجانب الديني وعشان كده كنا لازم نسأل نفسنا احنا ليه بقى انا كده كانت الناس ما تحبش تذكر الصفات السلبية عن حد تخيل المصريين لازم يحسوا بان فيه حاجة تغيرت بالتنمر ده المصريين لدرجة ما يحبوش يذكروا حاجة سيئة عن حد درجة انهم ما يقولوا ايه لما يجوا يتكلموا عن المجنون يقولوا المجنون ده ماله شخص حصل له جنون يقولوا ايه ما كانوش يقولوا عليه مجنون يقولوا عنده لطف يعني ايه عنده لطف يعني ان الله سبحانه وتعالى تلطف فيه لان المجنون بيرفع عنه التكليف حتى ده ويقولوا على الرجل اللي فقط بصره يقولوا عليه ايه يقولوا عليه بصير ليه لان كلمة بصير دي تنفع تستخدم كمان ويعتبروها علماء اللغة من القضاء فيكون معناها الشخص المبصر والشخص الضرير كمان وعشان كده استخدم المصريين عشان ما يكسروش بخاطر حد فلما يقولوا عنه ان هو بصير ما تجرحش مشاعره احنا كنا عايشين بكتاب الله يا ايها الذين امانوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم فكنا عايشين ما حدش فينا بيسخر من حد وكمان ما كناش بنقع في هذا التحذير الالهي اللي قال لنا ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب ما كناش بنعمل كده كنا عايشين بنتعلم من جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما علمهم علم الصحابة لما شافوا ساق سيدنا عبدالله بن مسعود فشافوها صغيرة فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم شافوا هو كان على النخلة بيجني الثمار فرسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم درس مهم جدا قال على ساقه اللي كانوا بتحكوا عليها والذي نفسي بيدي لهما اللي هم ساقين سيدنا عبدالله بن مسعود اثقلوا في الميزان من احد احنا بقى دلوقتي بقينا نعمل ايه بقى بنشوف ان السخرية والتنمر ده هزار واحنا دايما اقول لكم حاجة حاضرة النبي حذرنا من لعبة النفس دي اللي هي ايه ان تيجي النفس تسمينا الحرام بغير اسم فنسمي السخرية من بعض هزار كلمة كده ممكن نقولها فيعدي واحد تلاقيه قاعد كده هو وحاسس ان هو عايز يعمل حاجة يضحك بيها ويأذي حد ومش مهم اللي يتقذي ده تتكسر بخطره يتقلب عليه ذكريات ولا يفتح عليه حاجة تكسر خطره او بيهزر لكن الحقيقة ان الناس القصلاء يتحكوا مع بعض مش الناس تتحك على حساب بعض وده حاجة مهمة جدا للأسف بيكون مش مدركين ان السخرية دي ممكن تعمل ايه في نفسية الشخص ده وممكن توصلوا الى حد ايه مش غريب ان انا اقول لكم اخبار ان فيه ناس بسبب التنمر بتنتحر واني طبعا ما بقولش ان الكلام ده صح وما بقولش ان الكلام ده شيء من قبيل الاتزان ولا ان الناس تعمل كده بلس ان انا بحذر الناس قلت ذلك هل ده يدخل في قولي صلى الله عليه وسلم من اعانى على قطر مسلم ولو بشطر كلمة فهو قاتل ممكن نكون كده والسيدة عائشة بتبلغنا عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبتحكي ان هي مرة قالت لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم على ستين صفية وقالت بيدها هكذا يعني اشارت ان هي قصيرة يعني فقال لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لقد مزجت بي كلمة لو موزجت بيها ماء البحر لمزجته يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لو الكلمة ده تحطت في ماء البحر المالح اللي هو في الغالب ما بيتغيرش ريحته وما بيتنتنش كان حصل ان هو تغير من كلمة واحدة بس مش من كلمة من إشارة يعني لو الشخص كان بيوسف شخص بصفة فيه ولكن من باب السخرية فده لا يجوز ده اللي علمونا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي علمنا بحسن من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فإحنا فاهمين كده أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن الشخص المتنمر أن هو شرير ولا أنه الشخص مرح أكيد بيقول عنه أنه ده ما بيعمل فعلش شيء بيرضي ربنا سبحانه وتعالى بل بينتهك عرضه أخي يبقى تضحك والعزار أن احنا كلنا نضحك مع بعض مش أننا نضحك على بعض فين الرحمة والطيبة في أن حد يضحك على حد والرحمة والطيبة على فكرة كانوا أهم صفة من صفات التدائم المصري إحنا لو نظرنا للتحول اللي حصل لنا هنلاقي بالنسبة كبيرة أن المواد اللي بتعرض في الإعلام والسوشيال ميديا كان لها أثر كبير في أننا نستخدم السخرية والتنمر كوسيلة للدحك زي مثلا اللي تقدم في أفلامنا ومسرحياتنا من السخرية من الناس حسب حجمهم التخين أو الرفيع الطويل أو القصير والفيديوهات اللي بقى الناس تصورها وتنزلها على السوشيال ميديا وهي بتتريع على الناس بسبب مظهرهم أو شكلهم وساعات بسبب طبقتهم ويتنمروا عن الناس عشان فؤرة أو يتنمروا عن الناس عشان هم مش فاهمين وناس سزج وعلى نياتهم ومع ذلك الحاجات دي بتحقق مشاهداتها عالية احنا لما نيجي نشرح حديث رسول الله عليه وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة فلازم يكون قلوبنا طيبة والسنتنا طهرة مليانة بالجمال وما بتقولش غير كل طيب وربنا سبحانه وتعالى ألعن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وحضرة النبي قال إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق فلو كنت فعلا بتحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لازم تتبع حضرة النبي قلوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحبوبكم الله كل سلوك المصر يحسسنا بفجوة ما بين حاكتين ما بين اللي في قلوبنا واللي بيعيشوا في حياتنا أو الله أنا حاسس بيكم حاسس إن فيه فجوة احنا بنحب إن احنا نبقى عندنا رحمة نبقى مهذبين نبقى لوطاف بس إحنا ساعات بنعمل حاجات كده ما بتكونش لا فيها رحمة ولا فيها خير ولا فيها لطف بالناس اللي عايز يا سادة يبقى موصول بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لازم يسير خلف الرحمة المهدى صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر